أن يكون هذا الانتظار مصحوبا بأعمال بمعنى اللي بيحصل عند طول فترة البلاء الناس دايما منتظر الحل الجزري عارف احنا عندنا في علم الأدوية يقولوا الدواء ده ده بيعمل تغيير سريع وجزري وفعال بعض الناس يحب هذه الطريقة إنما طريقة الأشبار المتراكمة التي قد لا يرى هو بنفسه نهايتها تحتاج إلى نفس مؤمنة بعقبة الطريقة حتى هو لم يرى هذه العقبة لكنه مؤمن فبالتالي الاستمرار في بناء الأشبار المتراكمة من الأعمال فيكون انتظارك مصحوبا بمرابطة على ثغرك أين ثغرك الذي تقيم عليه في وسط هذه المعارك طيب انت مش عارف تعمل تغيير جزري نعم كلنا نحب ذلك انت مش عارف تقوم بذلك الآن لكن ما هي الأعمال؟ يعني اما أن تقوم بعمل يؤدي إلى تغيير جزري لنصرة المستضعفين في غزة وفي كل فلسطين وفي كل الأراضي المسلمين أو أنك تلهو وتلعب وتنشغل أين العمل التي ترابط فيه؟ فاشل ليه؟ وما قيمة الدعوة إلى الله وما قيمة الأمر معرفة النعمة منكر وما قيمة حفظ القرآن وتحفيظ الناس وما قيمة تبليغ الناس بأسس الدين وما قيمة هذه الأمور لا لها قيمة طبعا انت محتاج تتعرف نفهوم العبودية زي ما هم رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما انت محتاج تفهم ما معنى العبودية الشاملة وهل أنت متعبد بهذا التغيير الجزري أو بالإعراض يعني إما أن انت يقول لك إحنا خزلناهم أيها ده حصل وبالتالي مكمل بأخذ لان الدين يعني خذلنا هؤلاء نأخذ بأخذ بقية المسلمين ونأخذ بقية الدين وتغذلوا نفسك يعني هو ده الحل فهو تفكير من الشيطان يريد أن يصرف الإنسان على استمرار فلابد في أوقاتي طول الاستضعاف أيوة أنك تبحث عن أشبار وعن مكان ترابط فيه وتبدأ تبني فيه هذا المنزل الصغير الذي تلقى بله سبحانه وتعالى أنت عملت الدين ربنا شيء قبلت ربنا بشيء لكن هؤلاء يقاتلون وهؤلاء مستضعفون وهؤلاء يبادون وهؤلاء يعلمون وأنت جالس لا تفعل شيئا يعني أي خزين هذا كيف هلقى الإنسان ربه وهو يعني مفلس ونحن حاجة قبل بها ربنا إزاي فبالتالي لابد من الإنتاج المستمر ولا تنتظر العمل المغير الجذري لأ إحنا بنعمل أعمال تراكمية بنعملو حدوثي adhere شكرا